السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ سنتناول في درسنا اليوم التناسبية بعد أن تعرفنا في الدرس الماضي على كيفية استخراج معامل التناسب نتعرف في هذه الحصة إن شاء الله كيف نوظف هذا المعامل سنبدأ بحول الله بعد وضعية التاريخ اشترت أم إبراهيم 3 كيلوغرامات من الدقيق بثمان 12 درهم وفي اليوم الموالي اشترت كمية أخرى من الدقيق ودفعت مقابلها 24 درهم احسب كتلة الدقيق التي اشترتها أم إبراهيم في اليوم الموالي في هذه الوضعية لدينا معطيين متناسبين المعطى الأول هو كتلة الدقيق والمعطى الثاني هو ثمن الدقيق وبالتالي لإيجاد كمية الدقيق التي اشترتها أم إبراهيم يجب أن نلجأ إلى وضع جدول تناسبية لما تلاحظون الجدول يتكون من خانتين خانة أولى سوف نضع فيها كتلة الدقيق والخانة التانية نضع فيها ثمن الدقيق إذن كما جاء في الوضعية إذن ف3 كيلوغرامات يناسبها 12 درهم إذن سوف نبحث عن الكتلة التي تناسب 24 درهم وللبحث عن هذه الكتلة يجب أن نبحث عن معامل التناسب ولإيجاد معامل التناسب نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول يعني 12 قاسم 3 فنحصل على أربعة نستنتج أنه إذا أردنا أن ننتقل من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول يجب أن نقوم بقسمة هذه الأعداد على أربعة كما هو مبين 12 قاسم 4 تساوي ثلاثة والعكس عكس عملية القسمة هو عملية الضرب للانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقوم بالضرب في أربعة يعني ثلاثة ضارب أربعة تساوي إثنى عشر ومنه يمكن أن نستخرج أو نحصل على ثماني دقيق أربعة وعشرون قاسم أربعة تساوي ستة إذن كتلة الدقيق هي ستة كيلوغرامات إذن من خلال هذه الوضع يمكن أن نستنتج من جموعة من الخاصيات الخاصية الأولى هي أنه للانتقال من ثلاثة إلى ستة إذن نضرب في إثنان إذن بالنسبة للسطر الأول ونفس الشيء بالنسبة للسطر الثاني عند الانتقال من إثنى عشر إلى أربعة وعشرون ضربنا كذلك في إثنان وبالتالي نقول أن هذين العمودين فهما متناسبين الخاصية الثانية هي كما يطلق عليها جداء الوسطين أو متساوية جداء الوسطين وجداء الطرفين إذن كما تلاحظون فستة ضرب إثنى عشر تساوي إثناني وسبعون وعشرون ضرب ثلاثة تساوي إثناني وسبعون لأن ستة ضرب إثنى عشر تساوي أربعة وعشرون ضرب ثلاثة ثلاثة وانطلاقا من هذه المتساوية يمكن أن نجد كتلة الضقيق مباشرة وذلك بإيجاد الرابع المتناسب حيث سوف نحول أحد الحدود إلى الطرف الآخر من المتساوية كي نحصل على الرابع المتناسب وبدل عملية الضرب نضع عملية القسمة لأنها العملية العكسية لعملية الضرب إذن هنا سوف نقوم بحل مسألة مشاهبة للوضع التي رأينا سابقا إذن باستعمال 300 لتر من الحليب تحصل الصيدة عائشة على 75 كيلوغراما من الزبدة ما هي كمية الحليب اللازمة لاستخراج 100 كيلوغرام من الزبدة؟ في هذه المسألة لدينا معطيع المعطى الأول وكمية الحليب التي تتناسب مع كمية الزبدة لأن كلما زادت كمية الحليب فكمية الزبدة أيضا تزيد فهما معطيين متناسبين المطلوب منه هو أن نبحث عن كمية الحليب التي تناسب 100 كيلوغرام إذن للحصول على كمية الحليب نقوم بتطبيق إحدى الخاصيات أو المتساويات السابقة إذن مثلا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين يعني 100 ضارب 300 تساوي الكمية اللازمة التي نحتاجها من الحليب ضارب 75 إذن هنا سوف نلجأ إلى تحويل 75 إلى الطرف الأخر من المتساوية ونبدل عملية الضرب بعملية القسمة فتصبح المتساوية على الشكل التالي 100 ضارب 300 قسم 75 تساوي 400 لتر